منفهوم عام هي عقومة الخمر لم تلغى ولكن من يرتكبها في فعل كقائد السيارة أو عمل مشاجرة فتعتبر عقوبة ولكن إذا كان هو يالس في بيته ويشرب ما في عقوبة بالنسبة له حيث كانت بسبب كانت تستصدر الترخيص خاصة أنا مشهر تحصل على الترخيص قد يستحصل على منتجه الخاص ويقعد في بيته ويحتشل خمرة وهذه القوانين سمت فضلتي نحن دولة الإمارات عم يقارب أكثر من 200 جنسية موجودة فهذه القوانين موجودة حتى الناس تأخذوا راح حتى ولكن في الشارقة مثلا سابقا أو لا أعلم حتى ربما حاليا محضور شرب الخمر كيف ستتعامل الشارقة مع هذه القرارات الجديدة أو القوانين الجديدة يا أختي العزيزة نحن نقول موعدنا نحن حكومة اتحادية وحكومة محلية الحكومة الاتحادية كل قانون اتحاد يصدر من دولة الإمارات يعمم على كافة المحاكم الموجودة في الإمارات الأخرى فموضوع حد البيع الخمر هذه قرار محلي صادم البلديات بعدم البيع ولكن نحن نتكلم عن قانون عقوبات اتحادية يطبع على كافة إمارات الدولة فبخصوص الفقرة الأخيرة التي طلعت كقانون لا هو ما لغوها كأساسية ولكن هي موجودة أن حد من ارتكاب هذا الفعل ترجمة نانسي قنقر